المدعي العام في جراتس أنه قال أنه يوجد تهم بالفساد لدى القائمين على هذه الجمعيات يوجد تربح شخصي يوجد دفع فواتير شخصية يوجد أشخاص أخذوا منها مبالغ غير مبررة غير واضحة كما قالوا المحامي تبعهم بصراحة المبر قال أنه استنكر وشجب أنه إعادة فتح هذه التحقيقات من هذا النوع مع جمعية رحمة وحسب قوله قالوا أنه تم اقتحام مش اقتحام يعني التحقيق مع 700 شخص من المتبرعين في النمسا يعني خامت الشرطة بمسائلتهم ليس اقتحام يعني دخلوا كل واحد دقوا على بابه قال هك أهل المحامي أنا ما بعرف صراحة هذه المعلومة أنه نسألوا 700 شخص أنه لابين هندي كانوا يتبرعوا ولي صالح مين وعلى أي أساس وما هي مصادر الأموال يعني شيء من هذا الكلام بشكل كتير كبير اللي هما بيتداموا على إثره يعني أن النيابة العامة يعني أخطأت في الإجراءات لا 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 النيابة العامة هذا إجراء آخر هذا إجراء جديد هذا إجراء جديد ضمن هي بس النيابة العامة هي اللي بتحقق في الموضوع بالضبط النيابة العامة بتحقق بس ضمن إجراء جديد وليس إرهاب هذا تهم تهم أنه عدم النزاهة المالية صنف تحت شيء من عدم النزاهة المالية أكيد نحن الأمور حبلة يعني الأيام عفوا حبلة بالعديد من مفاجآت خاصة بهذا الملف الشائك للغاية والذي يعني ما زال يوجد تقريبا 30 اسم بهذا قضية الإخوان وحماس ما زالوا تحت المجهر السلطات النمساوية حتى اليوم والتحقيقات والإقفالات التي حصلت سابقا هي فعليا لمرحلة ما يعني المدع العام لن يغفل القضية بشكل كامل ربما يوجد في الأيام المقبلة تحقيقات أخرى سنسمع عنها كما سمعنا عن إعادة فتح الملف جمعية ولكن هي مش إقراءات نهائية أو قرارات نهائية الغلق هي تحقيقات ومدام تحقيقات إذن لا يوجد إدانة المتهم بريء حتى تثبت إدانته